موسيقى مساء الخير وإلى أخبارنا التربوية لهذا اليوم تتابع المجموعات الإرهابية تنفيذ مخططاتها التخريبية والإجرامية لوقف حركة تطور الدولة ومؤسساتها ونشر الفكر الظلامي حيث استهدفت العصابات المسلحة صباح أمس الأحد الواقف الثلاثين من شهر حزيران مروحية فوق مدينة نبل في ريف حلب كانت تقوم بنقل كوادر من وزارة التربية وأوراق امتحانات شهادة التعليم الأساسي ما أدى إلى استشهاد سبعة موظفين مدنيين مع طاقم الطائرة وتأكيدا على هذه الصورة الوحشية من الإرهابيين وجه وزير التربية الدكتور هزوان الوز رسالة عبر السفيرة لم يأشكور المندوب الدائم لدى اليونسكو إلى المدير العام اليونسكو السيدة إيرينا بوكوفا لوضعها بصورة هذا التصعيد والاعتداء الخطر على الأطر التعليمية والكفاءات الوطنية واحدها على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوضيح أثار هذا الإجرام الوحشي أمام الرأي العام العالمي استهدفت المجموعات الإرهابية المسلحة أمس عددا من التربويين في أثناء أداء واجبهم المهني وفي هذا المجال أكد الدكتور هزوان الوز وزير التربية أن العمل الإرهابي الذي استهدف زملائنا التربويين لن يزيدنا إلا عزيمة وصمودا في مواجهة المؤامرات والإصرار على نشر ثقافة المعرفة والمحبة في ظل الوطن وزير التربية هزوان الوز يدين العمل الإرهابي الذي أودى بحياة عدد من التربويين الذين سقطوا شهداء الواجب وهم يؤدون عملهم المقدس إثر استهدافهم من قبل مجموعات إرهابية مسلحة أمس في حلب وأكد السيد الوزير أن استهداف زملائنا التربويون وهم يقومون بأداء مهمة وطنية لإيصال أوراق الامتحانات إلى مناطق لم يتمكن أبناؤها من أداء الامتحانات في مواعيدها المقررة عمل إجرامي يثبت تحلل مرتكبيه وداعميه من أي مسئولية قانونية أو أخلاقية إنه استهداف مقصود وممنهج لكواديرنا التربوية لأنها تنشر العلم والأخلاق والفضيلة وتدعو إلى التحرر من الفكر ظلامي المتطرف وإلى التمسك بالوطن والإيمان به وليعلم المستعمرون وأدواتهم أنهم ومهما فعلوا فأن إرادة الصمود والإيمان بالوطن في ظل علمه باقية راسخة أحرقتم كتابنا المدرسي فطبعنا غيره قتلتم زملاءنا فأصبحوا قدوة خربتم مدارسنا فأعدناها وسنعيد ما تبق منها قاولتم إرهاب الطلاب وإعاقة العملية التربوية فبقيت أبواب مدارسنا مفتوحة وأجرينا الامتحانات وأصدرنا النتائج ممهورة بدماء شهدائنا وتضحياتهم وأذكر الإرهابيين وأسيادهم بأن مواجهة الاستعمار والجهل والظلام كانت مع أول حرف نطق به معلمون في مدارسهم وتاريخنا شاهد على إنجازاتهم وعلى عمق انتمائهم الوطني وما يجري في سوريا الآن يزيدهم صلابة ويقوي عزيمتهم على مواجهة المؤامرات والإصرار على نشر ثقافة المعرفة والمحبة والتسامح والإيمان القوي بالوطن تواصل العملية الامتحانية مسيرتها والطلاب يصرون على تحقيق أهدافهم في إكمال رسالتهم العلمية التربوية لبناء مستقبل وطنهم لأنهم منارة العلم التي تسعى لكسر الفكر الظلامي وتحقيق النجاح بالجد والمثابرة بإرادة وتصميم يستمر طلابنا الأعزاء في شهادة التعليم الأساسي امتحاناتهم للدورة الاستثنائية الموزعة على المدن السورية لمادة اللغة الفرنسية بشكل جيد وسط أجواء مريحة ومؤمنة وبجميع المستلزمات التي أمنتها الكوادر التعليمية في المراكز الامتحانية تعددت الآراء حول مستوى الأسئلة كما عبر الطلاب وكما أكد الطلاب عن ارتياحهم لمستوى الأسئلة وأجواء الامتحان اليوم كانت الأسئلة سهلة بالنسبة لمادة الفرنسية كله تمام كان نظام أسئلة كان فيه شوية أتمتة وشوية وصل وكله سهل تمام الحمد لله يعني ما فيه أي إشكال فرنسي قدمت مني حكا عن الأسئلة كتير مسهلة لنا يعني مشاكل يعني بس بالموضوع شوية يعني خربطة بس للباية كله أسئلة سهلة الجهود بذلت والعملية الامتحانية تحقق نجاحا كبيرا كما هو مرجو منها والمشرفون أكدوا على التزامهم وسعيهم لضمان امتحان ناجح ولضمان راحة الطلاب خلال العملية الامتحانية يأتي هذا الامتحان في إطار استكمال الطلاب لتقديم امتحاناتهم للمواد التي فاتتهم نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد وكان الامتحان لهذا اليوم سلسا الأسئلة مناسبة وكان تفاعل الطلاب مع هذه الأسئلة جيدة حتى هذه اللحظة والحمد لله فاتوا الطلاب بشكل طبيعي على قاعة الامتحان وجرى الامتحان بشكل نظامي وبشكل هادي وحتى حسينا أن الطلاب الحمد لله مبسوطين يعني أنه عم يحاولوا يعودوا الشيء اللي يرحى عليهم يعني كونه ما قدروا يقدموا امتحانات الفترة الأولى والامتحان جاري بشكل طبيعي وممتاز جدا طلاب سوريا أدوا امتحاناتهم بكل نجاح وإصرار وهم مستمرون في ذلك نتمنى لهم حصد على درجات العلم وتحقيق ما يصبون إليه من تفوق وإبداع عبر أبناؤنا الطلاب عن آرائهم في امتحان اليوم بمادة اللغة الفرنسية وكانت وزارة التربية قدمت الدعم الكبير لهم بتأمين المستنزمات الامتحانية وتجهيز القاعات وتوفير أجواء تسودها الراحة والأمان للطلاب يوم امتحاني آخر يقدمه طلاب شهادة التعليم الأساسي بمزيد من الإصرار على التفوق والنجاح وهم مستمرون في تقديم موادهم وسط أجواء مريحة ومؤمنة بجميع المستلزمات التي أمنتها الكوادر التعليمية في المراكز الامتحانية هذا ما عبر عنه طلابنا من ارتياح لمستوى الأسئلة وأجواء الامتحان كان اليوم امتحان اللغة الفرنسية الأسئلة كتير كانت سهلة الامتحان كتير كان حلو المعاملة كتير منها مع الطلاب الأسئلة ما في أسئلة منها وكتير نحن ارتفعت مع نوياتنا هذه الدورة الأسنائية كان بسبب الظروف يعني راحت علينا السنة ونحن هلأ هاي فرصة يعني ما راح تكرر فلازم نستغل كان عنا اليوم فرنسي والأسئلة كتير كانت سهلة وحلو الحمد لله كله من كامل القائمون على العملية الامتحانية أكدوا على الجهد الذي بذلته وتبذله مديريات التربية في اتخاذ إجراءات فعالة لضمان سير الامتحانات ما يكفل سلامة العملية الامتحانية وعدم حدوث أي خطأ طبعا الامتحانات اليوم الحمد لله الطلاب ملتزمين فيها والأسئلة المعقولة الأسئلة المعقولة بشكل منيح والطلاب متجاوبي مع الأسئلة والحمد لله سير الامتحانة بكل سير ونحن كمراقبين عم نحاول أن نساعد الطلاب للرسول من السواء اللي بيردو طلاب سوريا أدوا امتحاناتهم بكل إصرار وهم مستمرون في ذلك نتمنى لهم حظ أعلى درجات العلم وتحقيق ما يصبون إليه من تفوق وإبداع بعد الاطلاع على أراء الطلبة حول الأسئلة الامتحانية لمادة اللغة الفرنسية وللضاح أكثر وللإجابة عن استفسارات الطلاب حول أسئلة المادة يسعدنا أن نستضيف عبر الهاتف الموجه الاختصاصي الأول في مادة اللغة الفرنسية الأستاذ عماد هزيم أستاذ عماد أهلا بك عبر الفضائية التربوية أستاذ عماد هزيم أهلا بك أستاذ عماد نحن نسمعك إذن سوف نتواصل ونحاول اتصال بك أستاذ عماد هزيم ونتابع نشرتنا حيث أقام فرع القنيطرة لاتحادي شبيبة الثورة معرضا للصور الضوئية ضمن معرض أزهار الجولان في محافظة القنيطرة الذي سيستمر حتى الرابع من تموز المقبل وضم المعرض أكثر من مئة صور التقطها صحفيون الشباب للآثار والمواقع الجميلة بالمحافظة والخراب الذي خلفه الاحتلال الإسرائيلي والأسلاك الشائكة التي يحاول بها الاحتلال فصل الجولان عن وطنه الأم سوريا إلى جانب صور من التراث المحلي والفعاليات الثقافية والعلمية والفنية والتطوعية لفرع شبيبة القنيطرة إذن نعود للاتصالنا الهاتفي مع الأستاذ عماد هزيم الموجه الاختصاصي الأول في مادة اللغة الفرنسية الأستاذ عماد مرحبا بك عبر الفضائية التربوية مساء الخير للكل والطلب الأعزاء مساء النور أستاذ عماد اليوم تقدم الطلاب في حالة استثنائية إلى الامتحان ماذا عن طبيعة الأسئلة الامتحانية وكيف تم مراعاة الطلاب طبعا اليوم جرى امتحان اللغة الفرنسية لشهادة التعليم الأساسي والأعدادية الشرعية بثمان محافظات طبعا للطلب اللي ما تسنالهم بسبب الظروف وحرصا من الوزارة على مصلحة الطلاب أنه صار لهم أنه دورة استثنائية بتراعي الطلاب وتراعي كذا طبعا النماذج الأسئلة كانت متساوية من حيث المستوى بكل المحافظات كانت دقيقة وسليمة من ناحية اللغوية طبعا ما وردنا أي ملاحظة من المحافظات هذا شيء معناتها أنه الأمور كانت بخير وتقبل الطلاب الأسئلة كما يجب كانت مراعية لمصلحتهم وظروفهم ودراستهم طبعا نعم أستاذ عماد بالنسبة إلى الأسئلة أهياء شاملة للمنهاج وكيف تم استخدام الخيار المتعدد؟ طيب نحن كانت طبعا أكيد الأسئلة شاملة لمنهاج كله طبعا وكانت عبارة عن أسئلة موضوعية في نسبة 65% منها صح وخطأ واختيار متعدد طبعا كان هناك كمان أسئلة مقالية مثل الموضوع وكذا ما رئ معه طبعا خلال منهاج وطبعا لبّت طموحاته أكيد ودرسه ونحن شفنا هذا على وجوه الطلاب أنه له استحسان من قبل الأسئلة طبعا كانت هي عبارة عن نص وفي صح وخطأ في تمارين قواعد طبعا في منها خياري ومنها طبعا تصاريف في طبعا توصيل أي خاص بالشفهي إنه يساوي حوار أو شيء وفي موضوع طبعا ديكتبوا الطالب وطبعا نحن من نتائج اللي مرأت قبل بالتاسع اللي قدموا قبل الدورة الأولى كمان لقوا استحسانه كان في علامات جيدة طبعا وهذا شيء يبدل أنه الأسئلة كانت مراعية لطبيعة المادة والظروف اللي مر في الطالب خلال السنة طبعا نعم ولكن أستاذ عماد ماذا عن طريقة عرض الأسئلة هل هي مختلفة عن الدورة الأولى وما هي الفروق طبعا هي مساوية نفس الدورة الأولى تماما بس طبعا بمواضيع مختلفة شملة الكتاب كلها طبعا ونفس الاسلوب لأن نحن عنا مثل سكوليت نمرأ فيه يعني مثل هيكل نموذج الأسئلة موحد طبعا للمحافظات طبعا النظام القديم كان على ما كان عليه قبل ما في شي جديد بس النظام الحديث كان فيه شوي حداثة بدل الأسئلة بطريقة العرض طبعا وكانت طبعا فيه منه أسئلة برا الكتاب وكمان طبعا على نص داخل الكتاب وسهل طبعا يحل الطالب إذا كان حاضر وفهمان النص كما يجب طبعا نعم الأستاذ عماد هزيم الموجه الأول للغة الفرنسية في وزارة التربية كنت معنا على الهاتف شكرا لك شكرا لكم وسوريا بخير إن شاء الله إن شاء الله وافق مجلس التعليم العالي على افتتاح درجة ماجستير التأهيل والتخصص في السمعيات بقسم الهندسة الطبية بكلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق وفي جودة وسلامة المنتجات الزراعية الغذائية بكلية الزراعة في جامعة حلب إضافة إلى إحداث قسم الترجمة والنشر في المعهد العالي للغات بجامعة تشرين كما وافق المجلس على اعتبار النجاح في امتحان الكفاءة لخريجي كليات الصيدة وطب الأسنان في الجامعات الخاصة شرطا للتخرج بدءا من العام الدراسي 2013-2014 وتطبيق هذا الشرط على كل طالب لم يتخرج في نهاية عام 2012-2013 سواء تقدم لهذا الامتحان سابقا أم لم يتقدم أقيم حفل اختتام الملتقى الأول للرسامين المتخصصين برسوم الأطفال في سوريا برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة لبانا مشوح تحت شعار وطني محبة في قلعة دمشق وتهدف فعاليات وزارة الثقافة إلى تثقيف الأطفال وإمتاعهم وإغناء معلوماتهم وإثرائها بما يحقق لهم تطورا فكريا وسلوكيا سليما تمجيدا لمواهب أطفالنا وإبداعاتهم لأنهم زهرة الحياة ومستقبل الوطن هاهم يرسمون ضحكاتهم وأحلامهم بأنميلهم الصغيرة ويحملون ريشة الإبداع والتطور وتعزيزا لقدراتهم قدمت وزارة الثقافة لهم باقة من الفعاليات والنشاطات لتنمية مواهبهم خلال عطلتهم الصيفية حيث اختتمت اليوم فعاليات الملتقى الأول للرسامين المتخصصين برسوم الأطفال في سوريا تحت شعار وطن محبتي في قلعة دمشق اليوم وطننا يمر بفترة عصيبة وكل جهود يجب أن تصب حول الدعم النفسي لأبنائه والدعم المادي والدعم المعنوي أطفالنا هم أهم شريحة في هذا المجتمع هم عماد المستقبل وهذا ليس مجرد كلام نلقيه جزافا نحن نعلم أن الطفولة السعيدة تولد مستقبلا جميلا متجانسا متماسكا والطفل السعيد هو مشروع لمواطن منتج صالح وبالتالي كانت أهمية هذا الملتقى لقاء فنانين مختصون برسوم الأطفال وزيارة مستمرة طوال فترة أيام هذا الملتقى التي تجاوزت العشرين يوما لأطفال تجاوز عددهم السبعمائة طفل شاركوا جميعا في رسم لوحات أهدوها للملتقى وستستثمر لاحقا في دوريات وزارة الثقافة رسم أطفالنا أحلامهم الوردية على لوحاتهم الفنية بألوان المستقبل لتحقيق المزيد من الإبداع والتطور والإشراق في حياتهم التعليمية لأن الرسم لديهم يخضع لمعايير مختلفة وهو يتميز عن سواه من إبداعات تشكيلية في منطلقه ومبتغاه وأدواته عنوان الملتقى هو وطني محبتي هو أول ملتقى بيثير للأطفال كانوا الأطفال مشاركين موجودين عم بيشتغلوا ضمن مشرفين عم بيتابعوهم وبالإضافة إلى نحن فنانين كنا عم نشتغل وهنا عم بيفوتوا يتفرجوا يتعلموا يأخذوا خبرة من شغلنا هلأ أنا إلي شرف الحمد لله أنه كنت من ضمن المشاركين بهذا الملتقى عملت كان كل واحد مننا المفروض يعمل ثلاث أعمال بس أنا حبيت أنه اشتغل عملين جمعهم مع بعض للعمل واحد بكل لوحة في عبق الوطنية عبق المحبة ومعرض يعني توج هالملتقى اللي كان يعني جمعها حلوة مشاركات الفنانين كلها رائعة ويعني أنا فعلا بدي أتوجه هلون بالشكر على لمساتهم الإبداعية هلأ هي فعالية حلوة كتير وكانت الأولى من نوعها بصراحة أنا صدمنا كلياتنا بكتير شغلات من أعداد الأطفال والفنانين المشاركين كانت فعالية حلوة تعاوننا نحن والفنانين نحن والأطفال لنطلع شي جديد عند هالأطفال لأمنا اليوم بهذا الملتقى المحبتي رسمنا ومبسطنا وتشجعنا يعني من هالأصاص كتير وكانوا الرسمات كتير حلوين تشجع الأطفال على التعرف إلى أنشطتهم ومتطلباتهم بلغتهم الخاصة وتطوير قدراتهم هو الهدف الأول والأسماء لبناء الوطن بسواعد أجياله وأبنائه أقيم اليوم في قاعة الاجتماعات في وزارة الكهرباء لقاء ضمن كل من السيد وزير الكهرباء الدكتور عماد خميس وعددا من مراسلين وموفدين المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة حول دور الإعلام في العملية التنموية وفي واقع الكهرباء وأكد وزير الكهرباء السيد عماد خميس على أهمية اللقاء ودور وسائل الإعلام المسموعة والمرئية في توعية المواطنين ونشر الوعي المجتمعي بأهمية الطاقة ورفع كفاءتها حرصا عليها كثروة وطنية وأن ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها أصبح ضرورة ملحة للمساهمة في مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل والحفاظ على استمرار عجلة الاقتصاد والتنمية وتلبية حاجات المجتمع وتجنب الاستخدام الخاطئ للكهرباء ويجب على الإعلام أن يلعب دورا مهما في عملية التوعية حول ترشيد الطاقة هذه الثروة الوطنية الهامة طبعا بعرف الجميع هناك تعاون كبير بيننا وبين زملائنا في وزارة التربية في المجال التربوي التعليمي فيما يتعلق بنشر الوعي الطاقي لماذا لوزارة التربية والتعليم دور كبير في توصيل المعلومة لكافة المواطنين وخاطر لأبنائنا وعنها أعداد كبيرة من أبنائنا هتصل إلى خمس ملايين طفل في المدارس فعملية نشر الوعي الطاقي عملية هامة كبيرة وهي جزء على التوازي تماما لا تقل أهميا عملية البناء المباشر للعملية للصرح الاقتصادية جسماء في الكعرباء أو في الأماكن الأخرى فهناك تعاون كبير وتم إدراج منهاج خاص فيما يتعلق بنشر الوعي الطاقي في المناهج وحضتكم أو بعض المواطنين شافوا بشكل كامل ونحن هذا إيمانا منه بالدور الكبير المؤثر لتوعية الطفل في مجال الحفاظ على الطاقة لما له من أبعاد اقتصادية كبيرة لما له من أبعاد على البيئة في سبيل التنمية الاقتصادية بشكل كامل يقيم فرع اتحاد الكتاب العرب بدمشق عند الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء المقبل مهرجانه السنوي الأدبي النقدي للأدباء الشباب بعنوان ألم وأمل بمشاركة مجموعة من الأدباء الشباب ختام النشر لوحة من بلادي ولقطة اليوم بعدسة التربوية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر